السؤال اللي بعد كده بيقول أغسنا فضيلة الشيخ الحكاية بين عليها جامده قوي ربنا يرضى عنك إحدى قريباتي أصابها مس هي وأولادها وتركت المنزل ثلاثة أيام والبيت كله في عدم انتزان صراخ مستمر وبنتها الكبيرة ثابت المنزل ومش عارفين نعمل إيه اتقوا الله في نفسكم واتقوا الله في حياتكم اللي انتو بتعملوه ده هيضمر الناس هيضمر ريبتك وعيضمركم وكلكم وانا بقول للناس يا جماعة الخير بالله عليكم خفوا شوية علينا الكلام عن الجن والعفريت وكده مش هينفع كده مش هينفع ان انتو تخلوا الناس كل ما يحصل حاجة غير إيابية ولا ان الناس يحصل لهم اي تأثير نفسي او اضطراب نفسي تيجوا تقولولهم مس وجن وعفريت انا بحس ان الناس اللي بتقول ان فيه عفريت وجن اشد من العلماء تخصصا يا راجل انت تشوف الواحد من ده وهو داخل عليك كده بكل وسوق وكل جدية كده فلان انت معمولك عمل ايه كده يعني جبت من انا بقولك اوه انت معمولك عمل اي واحد فينا على فكرة وهو شايف نفسه بيقوم بكل اللي عليه سهل جدا ان انت تعمله ايحاق ان اللي موقف له حياته حاجة خارج عنه مع اني على فكرة احنا ممكن نعيش حياتنا وما يحاق اللي احنا عايزينه وما بيقاش في جن يبقى فيه قضاء ربنا هو ايه معنى الرضا معنىش يقولولي ايه معنى الرضا مش انك ترضى على خلافي على ان الله يجري عليك خلاف مرادك ده هو كده قاله كده الرضا سكون القلب مع جريان الاقدار ده الرضا كده ان قلبك يكون ساكن والاقدار بتا بيئه اللي بيحصل وهو ده اللي خلى للصحابة كده رضي الله عنه مرضه ايه عن ليه هزمه في احد وإن اللي حصل وهم رضيين عن الله اتزلزلوا في الخندق وهم رضيين عن الله لدرجة ان هم يسألوا متى ناصر الله وهم رضيين عن الله فيا سادة ما ينفعش ما ينفعش ان كل واحد ما تحققلوش جواز بنته او ما تحققلوش ان هو عرف بيقوم بواجباته الزوجية او ما تحققلوش ان هو مش قادر يعيش سعيد مع زوجته اللي بدأت من الجن عارفين حضراتكم اقل حاجة بقول لكم بس عشان تنتبهوا مين قال لكم يا سادة ان انتو لما تروحوا تتجوزوا ان انتو بتولدوا من بطون امهاتكم عارفين يعني ايه جواز ما جاهز انت روح تتجوز وانت اصلا غير مؤهل للجواز مش حضرت النبي علمنا ان احنا نتأهل للجواز ما نستطاع منكم الباقة فالتزوج فالمسألة بسيطة بناتك لو ما كان عندهم صعوبة في الناس بيجي لهم وكل ما يجي لهم حد يمشي طيب ما جايز بناتنا عندهم مخاوف فاللي بيقعد معهم بيقول انا شايف ان في حاجة غريبة قوي نفسي مش مرتاحة ليه عندهم احساس بالخوف من الجواز وعندهم كآبة وعندهم كذا ممكن ما نروح نقعد مع الناس ونخلي الناس تصراحنا ويشوفوا كده لكن معقولة كلنا كده كلنا كلنا كل الناس بتأخرين جوازهم زي الفل يعني مش محتاجين اي تدهيب ولا اي تغيير طيب غيروا نفسكم للأحسن ان الله لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه لو غيرتوا ايه لا يحصل ولا حاجة لكن كل ما يتحققلوش اللي هو عايزه هو انا عايز اسألكم هو مين قال لنا ان احنا جايين للحياة عشان ربنا يحقق لنا اللي احنا عايزينه ده سؤال احنا جايين للحياة عشان نبقى عبيد لله ونعمر الكون ونزكي أنفسنا ما ينفعش كده خالص ان احنا عندنا سكريبت كتبينه لربنا انا اسف يعني ما ده اللي حصل ولو اسكريبت ده ما حصلش احنا عارفين يا رب ان انت عايز كل خير لنا بس بما ان الاسكريبت اللي احنا كتبينه ده ما حصلش يبقى فيه حد بيمنع مرادك وبيوقع في الحياة هو بيوقع في الحياة من وراء ربنا يعني الجن ده بيوقعها في الحياة من وراء ربنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيب يا سيدة نتقل الله شوية في نفسنا ما في شيء إلا بمقدور الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وبيده مقاليد السماوات والأرض لكن انتوا تفهموني وتحاولوا تعيشوا ان الجن او العفريت او الاعمال دي بتتعمل مع اللي كلمنا عن نفسه وذاته العالية وقال لنا الله لطيف بعباده واللي قال لنا ان هو بيحفظنا فالله خير حافظه وارحم الراحمين وإلا قال لنا واذا سألك عباده عني فاني قريب وجيبوا دعوة الداعي إذا دعان مش هسدقكم واسدق ربنا ارجعوا عن ده وانا بقول لكم توبوا إلى الله سبحانه وتعالى وعايزين تخلاصوا من اللي انتوا فيه كتروا الذكر وغيروا بالنمك حياتكم وغيروا طريقة حياتكم وبصوا في علاقتكم مرة تانية وشوفوا انتوا بترتكبوا ايه من الأخطاء عشان يحصل ده وكتروا من الصلاة لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ده يزول وان شاء الله سبحانه وتعالى يحقق لكم المأمول اشتركوا في القناة